اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في هذا البرنامج برنامج فتاوى الأطفال حلقة اليوم ستكون عن حقوق الجار حقوق الجار في الإسلام عظيم جداً والجار في الإسلام يشمل المسلم وغير المسلم يشمل الإنسان الصالح وغير الصالح الجار له حق مهما كان هذا الجار ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره الجار له حقوق عظيمة وله حرمة وله مكان ومنزل عظيمة خاصة إذا كان الجار يعني كما يقولون قريب ومن أهلك ومن جماعتك هذا بعد له حق أكثر فعموماً الجوار في الإسلام لها فضل ولها حرمة عظيمة جداً قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن فلانة كانت تكثر الصيام وتكثر الصلاة وتكثر الصدقات ولكنها كانت تؤذي جيرانها قال هي في النار قال هي في النار مع أنها تعمل أعمال طيبة صلاة وصيام وصدقات قال هي في النار والسبب أن هذه الأمور العبادات العظيمة هذا يعني أمر بينك وبين ربك طيب والجيران هذا من حقوق الناس والناس لها حرمات فسبحان الله تصلي وتصوم وتفعل أفعال طيبة إلا أنها قال عليه الصلاة والسلام أنها في النار لذلك يجب أن ننتبه أن الإنسان يجب أن يراعي حق جاره لا يتناقض في المسجد يعبد ربه وبرى المسجد ما يعبد ربه لأن من العبادة احترام الجار فيجب أن يكون الأمر متساوي لذلك أيضاً كما تعلمون يا عيالي وبناتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه طبعاً من يرث الإنسان؟ يرث القريب جداً فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الجار بمنزلة القريب أي قريب؟ القريب جداً وفي قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يبين أن الجبريل يؤكد يا محمد وصيك بالجار يا محمد وصيك بالجار يا محمد وصيك بالجار يكررها كثيراً حتى تتأكد المعلومة للناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له جبريل ووصيك بالجار ووصيك بالجار هذا يكفي يعني هذا يكفي أن الإنسان لم يعرف هذه الوصية من النبي عسى والسلام ونحن كلنا نحب النبي عسى والسلام فإذا أردنا الأجر طرح الأجر موجود قريب جداً جارك لا تروح بعيد هذا أيضاً أمر مهم في قضية حرمة الجوار والنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بيّن في هذا الأمر كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لهذا الصحابي وهذا الصحابي ينقل الكلام للناس بعد ذلك بفعله وتطبيقه أن الجار إذا ردت أن تكون وفي وقريب منه وحتى تؤجر ما قال لك أكثر اللحم أكثر الماء الماء شيء يسوي الماء قليل وبسيط لكنه فيه الاستمرار في حرمة الجوار فقال أكثر ماءها وتعاهد جيرانك لا تنسى جيرانك لما تطبخ لو شيء بسيط وأيضا جاء في حديث آخر هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل البيت دخل بيته فرأى أهله ذبحين ذبيحة فقال على طول على طول أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي كررها ما قال والله هذا يعني مو مسلم يهود كذا لا جار هو جار مسلم لغير مسلم قال أهديتم لجارنا اليهودي فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهكذا نجد الأحاديث والنصوص من كتاب الله وأيضا من هدي النبي عسو السلام توصي بالجار والجار الجنوب كما قال عز وجل وأيضا جاء في صحيح البخاري أيضا أن أم المؤمنين عاش رضي الله عنها وأرضاها تقول لما سألت النبي عسو السلام إن لي جارين فأيهما أهدي يعني من أقدم قال أقربهما بابا أقربهما منك بابا معناته كل ما كان الجوار الجار قريب كان له حق أكبر وهكذا وهكذا فالجوار وإن كان كلهم جيران إلا أن الأقرب له حق أكبر والسبب في هذا أن القريب الجار القريب يشوفك داخل طالع إذا كان في شيء يعني يحتاج منك على طول رح يكون يأتيك ربما في مناسبة سواء كانت فرح أو غير فرح فأنت أقرب الناس تشوف وتسمع ولا شك أن هذا يدل على أن الأقرب بابا له الحق وحقه يقدم على البعيد هذا أيضا من الأمور التي جاءت فيها النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم وإيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يستحقر الهدية ولو كانت بسيطة ولو كانت بسيطة المهم الاستمرار في إعطاء الهدايا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات فرسنا شات يعني اللي هي الحافر الشات حافر الشات ما في واحد يعطي حافر الشات لكن هذا من باب المثل لتقريب المعنى للناس يعني ولو كان بسيط الناس الآن في هذه الأيام في هذه الأيام لمصات فيها مجاملات كثيرة والناس أصبحوا يعني كواحد يرى أن أهم شيء الشكل الشكلي أو المظهري ما يتهادون يقول يا أعطي يا ما أعطي طيب ما يخالف أعطى ولو غليل بس يستمر العطاء بعض الناس لا يا أعطي يا ما أعطي وذلك هذه ليس مثل الأخلاق طبعا كلام هذا الأولاد والبنات الآن نوجه الأولاد والبنات أنت أنت لما يكون جارك بعمرك تعطي هدية ولكن بسيطة جدا وهكذا البنت أيضا تعطي جارتها اللي بعمرها ولو كان بسيطا المهم الأهم شيء الاستمرار قال عزيزة والسلام خير الأعمال أدومها وإنقل المهم يستمر العمل ومن الأمور المهمة أيضا أنه ما يبغي أن يكون الجار ما يدري عن جاره بعض الأحيان بعض الأحيان الطوفة بالطوفة يعني تجد يمكن عنده واحد متوفي أو عنده فرح مثلا واحد من أعيانه مثلا نجح أو مثلا كان مسافر ورجع ما يدري عنه هذا ما يصير فكيف إذا كان جارك محتاج مديون مثلا أو مثلا بحاجة إلى أن الإنسان يساعده في شيء من أمور الدنيا وإنت ما تدري عنه هذا غلط لازم تسع عن جارك فقدت يوم يومين تسع عن جارك الظاهرة هذه ما هي طيبة ولهذا ينبغ علينا أن نكون حريصين على هذا الأمر أمر آخر في هذا الجانب أيضا كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ليس المؤمن هكذا يقول عليه الصلاة والسلام هذا شيء خوف والمقصد بذلك يعني إيمانه ضعيف ولذلك أنت كجار تتفقد جارك الآن تلفون علاقة بالتلفون إذا ما تشوف هو بالتلفون وفي الغالب في الغالب الجار يشوف جاره في الغالب يعني طلعاته ودخلته وإذا ما شافه يشوف السيارة بره واكفة ولا غير واكفة يعني أمور كثيرة ممكن الإنسان يحتاج إلى أنه يتفقد جاره في هذا الأمر هذه كل وهذا تدل على حرمة الجوار حرمة الجوار وهي عظيمة جدا في الإسلام نساء الله عز وجل لنا ولكم التوفيق ونتوقف الآن ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقفون أحد صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا إليكم بعد الفاصل في هذا البرنامج برنامجكم فتاوى الأطفال قبل أن نبدأ بالأسئلة في موقف حصل لأبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة عنده جار وهذا الجار سكران يعني يشرب خمر وطول الله سهران جار أبو حنيفة وكل ليلة يغني ويشرب خمر يغني ويشرب خمر أبو حنيفة طبعا إمام كبير أبو حنيفة يصلي قيام الليل فلما أصبح الصبح جاء إلى باب الجارة وضرب الباب قال أين أبوكم قالوا أبونا في السجن في السجن قال نعم أبونا في السجن فأبو حنيفة على طول راح عند الأمير فطبعا هو معروف أبو حنيفة وكان في العراق طبعا في وجوده ومسكنه فلما راح للأمير قال تفضل يا أبو حنيف تفضل يا إمام وطبعا أكرمه ويعني جعله في مكانته المعروفة من أهل العلم فقالت فضل الذي تريده مجاب قال أنا عندي مسجون قال من قال فلان قال كرامة لك أبو حنيفة يخرج ويخرج كل الذين سجنوا في هذه الليلة وطلعوا وكلهم طلعوا وهنا طبعا معهم طلعا أبو حنيفة طبعا خلاص ماشي شو بولي عليه لنجارة معنا معنا مأذيه وأبو حنيفة هو يمشي هو يمشي وذك وراه فقال أبو حنيفة تفت له لأنه كان يغني هذا الجار أضاعوني وأي فتن أضاعوا يعني فقال أبو حنيفة أضعناك قال لا يا إمام أحسنت وبرك الله فيك وأني تبتو إلى الله وأني تبتو إلى الله هكذا العلاقة إجبت تكون بين الجيران ما يكون الإنسان شديد وعنيف وتعامى بغلظة وشدة له هكذا فسبحانه الإنسانية هذه لما تكون الواحد يأثر حتى في الإنسان الذي يعني يشرب الخمر أو يفعل حرام طيب هذا بدأت بها حتى بعد ذلك نبدأ بالأسئلة عندنا الآن الأسئلة هي كالتالعة كما تشاهدون على الشاشة هل يجوز الاحتفال بالمناسبات التي تكون عند الجار نقول نعم طبعا بعد الإذن وإذا جادك الدعوة بالطبع بعض الأحيان يكون الجار ما يحتاج دعوة ما يحتاج لكنه فرضا الأدب من الأدب إنك إذا جادك الدعوة تروح لهم بالعكس الجار يفرح أصلا ويشعر بالفخر أن جاري عندي وجاري هو أولى الناس أيضا يحضر هكذا طبعا نعم نجيب أن نستجيب للجيران ومردهم يعني هذه أيضا مهمة مردهم لأن الجار مهما كان عندما الضيف هيك غيرا عندما الضيف يعتذر فأنت يعني شوية تكون في النفس شوية خاصة إذا كان جارك فالناس ما تقول سبحان الناس كلها جات وجارك ما جيه فعموما الأفضل إنسان يستجيب لجاره هل يجوز تجسس على الجار طبعا لا وألف جاري بالعكرة جاري إذا قام أنا أحفظه وإذا أحتدع عليه أنا أدافع عنه أروح أجسس عليه أعوذ بالله هذه من الأمور العظيمة ما ينبغي تجسس على الجار وإذاك أنت مثلا إذا جارك تدخل وطلع أو عنده مثلا عيالة أو بنات وكذا أنت قض النظر قض النظر كل بيت له أسرار كل بيت له حرمة بالعكس إذا مثلا يوم الأيام سمعتنا مثلا في البيت صراخ مثلا وكذا ما احتاج تتسمع تتسمع توقف عند الباب تأكد شنو بينهم شنو صاير في البيت لا ما ينبغي هذا بس بالعكس قض النظر وكذلك ابتعد عن الشيء هذا وتكون طبعا تدعو لهم تقول الله شاء الله يعينهم الله شهن أمورهم الله صح ما بينهم وهكذا هذا اللي ينبغي مو أوقف عند الباب وجسس على جاري طيب هذا أيضا من الأسألة أيضا من الأسألة كيف نتعامل مع الجار إذا كانت يعني ثقافة مختلفة عن ثقافت عن ثقافتنا يعني أو إنسان يعني ينتمي إلى دين غير دين دين اللي نعرفه دين الإسلام كيف نتعامل معه الجواب هو كالتالي طبعا الجار كما قلت لكم من أول ما بدأنا بالحلقة الجار جار ما لا علاقة بالدين سواء مسلم ولا غير مسلم عاصي ولا تقي الجار له حق لجب تعرفون يا بناتي يا عيالي الجار له حق لا تقول الله يشرب الخمر أو إن إنسان مثلا يعني ظالم لجب تتعامل مع جارك لأنه له حق الجوار طيب ما نفعل في هذا الأمر النصيحة الدين النصيح تنصح بالطريقة اللي تناسب ثقافة هذا الإنسان وتناسب دينه يعني خلنا نفترض مثلا نقول ترى الصحابة الصحابة ضيال عنهم وكما ذكرت لكم ساعة عن قصة أبو حنيفة الصحابة ترى بعض جيرانهم مو مسلمين يهود أو نصارى الصحابة ضيال عنهم طيب إذا كان عندك أنت نصراني جارك كذا الله عز وجل يقول لا أكراها في الدين لا أكراها في الدين تكره على الإسلام لا تكره على الإسلام خل على دينه بس تنصح ونصح بس ما تجبره لا تجبره طبعا التعامل مع هؤلاء الناس يكون باللطف واللين والأسلوب يقرب القلوب وكذا يعني عندك الآن مثلا المناسبة ادعوه ادعوه أكل من أكلك وإذا فيه شيء فيه فرح تروح الزورة وتبارك له وهكذا دينه مبني على هذه الأمور دينه ترى عالمي يا بناتي يا عيالي دينه عالمي ما هو بس بين المسلمين عالمي هو يتعامل مع اليهود يتعامل مع النصارى يتعامل مع يعملون الشجر والحجر الإسلام يتعامل مع كل الناس يتعرفون يا بناتي يا عيالي حتى في المدارس إذا أخذتوا هذه المعلومة أو ما أخذتوها كيف كان عيسى والسلام بنى الدولة في المدينة كيف بناها بناها على إيش على أمور فيها موافق التعامل مع اليهود كذا مع النصارى كذا مع المشركين كذا مع المسلمين كذا فأسس الدولة على دستور الدولة مبني على احترام الآخر لازم تحترمون الآخر وإذا احترمت الآخر يحبك هذا الآخر لا تلغيه تقول ما عليك منه خلي ولي هذا ما يشير هذا ما يشير كبر مخك وتعامل مع جارك وإن خالفك مخالفة صريحة تعامل معه طيب نتوقف إن شاء الله ونعود يليكم إن شاء الله بعد الفاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط للمستقيم صراط الذين نعمت عليهم خير المغضوب عليهم وللظال آمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا عليكم بعد الفاصل ونكمل إن شاء الله بقية الأسئلة طبعاً الجواب على هذا السؤال احترام الجار احترام الجار كما قلت هو ليس فقط احترام هو أكثر من الاحترام يعني الجار له حرمة وإذا أخطأنا في حق الجار نؤثم الله حاسبنا يوم القيامة إن هذا ما يجوز وذاك يقولون من عبارات العلماء أنت مو بس فقط مو بس فقط تحترم الجار بل تتحمل الجار تتحمله مو بس تحترمه يعني بعض الناس يقولون أنا ما هو الخلق هل الخلق رد الأذى هل الخلق رد الأذى لا الخلق احتمال الأذى يعني أنا تحمل أنا قاعد يأذيني بس أنا تحمل لذلك بعض الناس مثلا بعض الناس يوكيخ الشيء يا أخي الجران الأذان يا أخي يقولوا طيب إذا أذىك وأذىك خاص رح شتك عليه قال أنا شكعة جاري طيب أيتحمل تحمل ووسكت يعني لا يصير الإنسان هكذا يبي أخذ حقه وإذا قلت وروح أخذ حقه قال لا شون أنا طيب هذا الأرض أنك تحمله نأتي إلى عندنا سؤال موجود الآن على الشاشة السؤال يقول ماذا نفعل مع الجار المؤذي بالصوت يعني مثلا مثلا عنده يضع موسيقى أو يضع مثلا حتى لو كان أمر ما في موسيقى لكن يؤذي جرانه مثلا لما يعني يصل عند البيت وكذا هرنات ومرة ومرتين ثلاث واربع يعني فتحوا القراج مثلا أو فتحوا الباب هذا ما ينبغي أيضا وهنا يجب أن نتناصح هذه الطريقة أن نتناصح ترى الأصوات الآن لو كان البيت يمكن خامس سابع بيت ينسمع الصوت فشول إذا كان عند الباب بعض الأحيان حتى الواحد يقول خاصة إذا كان عنده مثلا يبني أو مثلا عنده شيء في البيت المسمار اللي يضربه في بيته ينسمع كان عندك أنت تقول شنو عندنا شيء إحنا اليوم فالأصوات عطول تنتشر وتوصل للجيران خاصة إذا كانت بالليل في السكون في الهدوء هذه عادة أشد وأعظم لكن ينبغي علينا أن نتواصي أعيال يا بناتي في هذا الأمر ونتربع على هذه الإخلاقيات والأدام عندنا السؤال الآن على الشاشة من أخوكم عثمان يقول إذا شككنا شككنا في تصرفات الجار ماذا نفعل طبعا الجواب الأصل عدم الشك الأصل عدم الشك الأصل الإنسان يحسن الظن في أخوه المسلم هذا هذا أمر مهم جدا فكيف إذا كان جارك طيب معناته أني أنا الأصل ما أشك طيب السؤال هو إيش لو تصرفات اكثرت اكثرت فيها شي يعني في شي مصح في شي غلط يعني فيه طيب مع هذا مع هذا لازم نتأكد ثم ساعات واحد يعني يلا شي في قلب وفي نفسه هذا ما هو دليل الدليل بيّنه شي بيّن واضح شفت بعينك مثلا بعينك وسمعت بالصوت تمام يقينا يعني يقينا أو مثلا واحد من أهل البيت الجار يعني وقال ترى كيت 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 ممكن ممكن بس كيف التصرف نبدأ بالتدرج إذا مسألة كبيرة نجزئها 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 وشوي شوي ما ندخل على الموضوع ونسوي مشكلة كبيرة وفتنة وفساد وكذا لا 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 شوي شوي وعلى أصحكم بناتي يا عيالي دائما الجار دائما الجار أي كان الجار لازم نسير في البيت مثلا يوم الأيام فيه يعني زعلانين وهذا يصرخ على الثاني والصوت يطع برة هذا طبيعي طبيعي ممعقولة البيوت كلها أمي بالمي هذا وين هذا فممكن يصير هذا ممكن هذا فالإنسان يتوقع هذا الأمر لكن يزال عن حده يدخل من باب من باب الإصلاح من باب الشتيمة وتتبع العيوب وظهار كذا لا ما ينبغي هذا فيكون لنا دور إيجابي دور إصلاحي دور فيه اتلاف بين وجهات النظر وهكذا هذا ينبغي أن يكون حاننا مع جيراننا طيب هذا جواب السؤال طيب عندنا السؤال أيضا على الشاشة كما تشاهدون طبعا في بعض الأحيان يصير يعني يصير بعض الأحيان يعني هذا أن الجار مثلا يضع مثلا شيارته عند بابك أو عند بابكم مثلا أو الجبال عزاكم الله يخليها عند الباب عموما فيه تحصل هذه الأمور التصرف ما ينبغي أن يكون أيضا بالشدة بالليل والهداوة ما كان رفقه فيه شيء إلا زانه وما نزعه من شيء إلا شانه شوي شوي ينبغي كذلك إذا أردنا أن نعالج هذه المشاكل ترى هذه المشاكل تافهة ترى لا نسميها كبيرة هي تافهة نعتبرها تافهة نعالجها بطريقة في مستواها ما نجعل من الشيء البسيط كبير لا خليه الصغير صغير وما نكبره بل أنا أقول لو كان كبير أيضا نزغره نزغر حانو نزغره الجار ما تتعامل معه بهذه الطريقة رح يستحي وبعدين أنت حاول وتتكلم معه تتكلم معه وأنت حريص عليه أنك ما تخسره تقول والله أنا حريص عليك وإذا ألقى مثلك وحتى في عبارة تعرفونا كلكم يعني يا أحبابي يقول الجار قبل الدار الجار قبل الدار الآن الإنسان لما بيروح بيسكن وما يدور على المنطقة لا يدور على الجار الجار ترى أهم المنطقة يمكن تروح في منطقة راقية ومشاء الله كذا زينة وشوارحها واسعة ومرافقها كاملة لكن الجيران سيئين شو الفائدة شو الفائدة إذا كان بعض الناس يمكن ما يقدر يعيش يبيع بيته حت له بخسارة فالجار قبل الدار وإذا كان جيرانكم يا عيالي يا بناتي طيبين وزينين حرصوا عليهم ولا تخلهم يضرعون وخلوهم دائما ثبتوهم لا تروحنا عنا خلونا تعودنا عليكم صرنا كنا بيت واحد وهكذا طيب هذا أيضا من الأسئلة وهذا هو الجواب طيب نحن في ختام هذه الحلقة نختم بالآتي أولا عدم إيذاء الجار عدم إيذاء الجار أيا كان هذا الإيذاء سواء مادي أو معنوي يعني مادي يعني إضراره بشيء محسوس إن شاف بالعين والمعنوي الجانب اللي فيه الأخلاق وكذا ما نؤذي جارنا الأمر الآخر أن يكون اهتمامنا بالجار اهتمام مميز الجار له تميز يجب أن يكون هذا جاري هذا مو أي واحد الأمر الثالث لا ننسى تبادل هدايا بيننا وبين الجيران هذا يعني كما يقولون النفوس تحب هذا الشي هدايا حتى في العيد في العيد أعايد على جيراني أنا ويعايدون علي وأعطيهم 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 من العيال الصغار فلوس وكذا هذا هذا اللي ينبغي الأمر الآخر أيضا يجب أن أحافظ على جاري كأن هذا البيت بيتي ما أرضى مثلا أحد ينظر إليهم مثلا خاصة إذا عندهم بنات مثلا تمام ولا أخلي أحد مثلا قاعد يرايح جاي يصب بيتهم ما أرضاه هذا جاري هذا جاري أنا كاني واحد مني يفيني يعني كذلك أن لا أنسى إكرام الجار وكرمة بما يناسبه وبما هو في مستواك طبعا الواحد ناس قدرات كذلك عدم احتقار الهدية للجار اللي خلى الناس الآن تتكلف وما تهدي هو أنه يا أعطي يا ما أعطي إذا عطى حتى لكان قليل شو المشكلة يعني لا تستمر العلاقة بينك بين جارك طرح الجاري إذا نظر إلى الشي ينظر لها نظرة غير يقول والله الحمد لله جاري هذا جاري لخير جاب لي شيء بسيط إلا يجيب لك شيء كبير وشيء يعني غالي ما لا حاجة وإذاك ناس ليش تتكلف عين لا أفضل لما تتكلفت ما قام تهدي يقول أنا أيها هدية عشر ثنانير مثلا ولا خمس دنانير طيب ليش تبول خمس دنانير ولا حتى خلح نحطوا بدينار واحد حتى بلو نص دينار كما قلناكم في الحلقة وولو فرسنا شات ما أكو واحد يعطي واحد حافر شات هدية لكن قزه عيسى والسلام اهدي ولو كان قليلا الأمر الأخير أيضا نختم إن شاء الله حلقة هذه أن تحب لجارك مثل ما تحب لنفسك هذا هو الإيمان ترى هذا هو الإيمان وذلك شعب الإيمان شعب الإيمان كثيرة جدا منها هذه ترى الجار إذا أردت أن الله يجيد إيمانك عليك ب محبة الجار مثل ما تحب لنفسك أيضا نحب لجارك هذه أمر مهم جدا تصوره وتصوره يا عيالي يا بناتي لو كل واحد يحب لجار وليس يحب لنفسه الشعور ستكون علاقة قولي بالله عليكم ستكون علاقة من أحسن ما يمكن كلنا 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 بيت واحد طيب نختم الحلقة هذه إن شاء الله عز وجل نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة